هي خطوات الحقن المجهري خطواته ايه؟ طيب هي خطوات الحقن المجهري مبدئيا كده ان احنا لازم نشخص ان الزوجين دول عندهم تأخر انجاب ومحتاجين حقن مجهري ده بيتم ان هو مفيش تشخيص لحالة ان هي تأخر انجاب غير لما يكون عدة سنة على الال علاقة زوجية كاملة بين الزوجين مفيش اي مشاكل وطبعا نكون مستبعدين ان يكون الزوجة سن كبير يعني بدأنا ان احنا خلاص شخصنا ندي تأخر انجاب وحنتجه الحقن المجهري بعد ما كنا خلاص خدنا خطواتنا ان هو فشل الى لغاية الدوائية او اي اجراءات طبية تانية ساعتها لازم بنحضر الزوجين تحضير كامل بنعمل تحليل كاملة للزوجة تحليل هرومونات تحليل كامل للزوج تحليل سائل منوي كامل وطبعا بنعمل صنور مهبالي سلسل عبعاد او شعب السابغة نتطمن بها على الرحم على النبيب الرحمية لازم نعمل فايل طبي كامل قبل بداية لخطوة الحقن المجهري نفسها طب نفهم من كده دكتور ان في طرق تانية للمساعدة في الاخصاب على الحقن المجهري طبعا لا لا هم تبقاش كده هي الفكرة انه مش كل حالة فيها تأخر انجاب طبعا لازم من ينتاجه conducted hàng مجهري في حالات تأخر انجاب بتبقى محتاجة عليك دويه بس مش اكتر وفي حالات تأخر انجاب بتبقاش محتاجة عليك دويه بتبقى محتاجة على الارشاد نفسي وفي حالات تأخر انجاب ينفع معاها أساليب تانية زي التدخل بمناظر جراحية أو ممكن نبدأ محاولة أكتر مثلا الحاجة اسمها تلقيه صناعي مع أن فرصه مجاح أو أقل أو زي بعض الحالات أنه نحن نتاجه خلاص للحقن المجهد كل حالة على حسب الفترة التأخر اللي نجاب بتاعتها وطبيعة ونتاج التحليل للزوجين نحن نحدد الخطوة المناسبة